فكرة جديدة لإنشاء قناة بدون الظهور وأحيانا بدون التعليق الصوتي أنا بخاطب في هذا الفيديو أصحاب الحرف وتحديدا في هذا الفيديو حرفة الأعمال الخشبية أو النجارة شفت يا زمان ومواقف ما لعش عنك الثلاث قانوات مليونية وبدون الظهور أو بمعنى الصح ممكن الإيد هي اللي تبان اللي بيبان لنا صاحب هذه الحرفة بيعمل إيه بالضبط زي القناة الأولى اللي اسمها I Like Wood Working وزي ما انتم شافين هنا القناة في آخر تلاتين يوم عدد الزيارات أربعة مليون أما القناة الثانية فهي دي Black Tail Studio وزي ما انتم شايفين 16 مليون مشاهدة في آخر تلاتين يوم أما القناة الثالثة DIY Wood Working Projects وDIY يعني Do It Yourself يعني اعمل الشيء بنفسك أما في آخر تلاتين يوم فإزيارات تخطط الخمسة مليون طب بيعملوا إيه وإيه الشيء العجيب اللي هم يعني بيعملوا وبيقدموا في هذه القنوات علشان يوصلوا لهذه الأرقام وأنتم عارفين أن الربح من اليوتيوب بيجي من خلال المشاهدات وليس المشتركين في القناة فتعالوا مع بعض في هذا الفيديو نتكلم عن هذه القنوات ولو أنت صاحب حرفة مش شرط النجارة أي حرفة وأنا إن شاء الله ناوي أتكلم معاكم في الفترة القادمة برضو عن يعني حرف متنوعة برضو أصحاب الحرف يكون لهم نصيب معانا الهدف الأول والأخير من اللي أنا بعمله ده أن أنا أشجعكم وحمسكم وولوكم خدوا خطوة تيك أكشن ولو أنت تعرف حد صاحب هذه الحرفة كلموا وقلوا بعتلوا هذا الفيديو علشان يشوفوا علشان لعلوا عسى يتحمس وياخد خطوة تعالوا مع بعض في هذا الفيديو أتكلم معاكم عن بعض التفاصيل اللي ممكن تفيدكم في كيفية إنشاء قناة مماثلة بنفس الطريقة الفيديو من القناة الأولى اللي أنا أشارتي إليها I like woodworking وهي دي بس هي عبارة عن كده مش هقدر أقول إن هي بدون الظهور لأنه هو بيظهر قدامنا لكن هي بدون تعليق صوتي طبعا قولا واحدا وزي ما تشافين حد بيصور هذا النجار وهو بيشتغل ما فيش تعليق صوتي على فكرة ولا في أي حاجة أجري معاكم الفيديو أهو بهذه الطريقة طبعا ده بيتطلب إن أنت تكون صاحب حرفة صاحب مهنة يدوية بنفس الطريقة مش شرط النجارة طبق بقى بنفس الاستراتيجية وحاجة تانية حابب أقولها إن الناس أصحاب هذه القناة للأسف قدامهم فرص كبيرة جدا لربح كثير من الأموال ولكن هم يغفلوا عن هذا الموضوع يعني مثلا ده سندول وصف بتاعهم للأسف مش حاطين فيه أي لينك أو أي شيء لشغل أفيلة ماركتينج يعني لو هم يعني مش هقول بيسمعوني لأن دي قناة أجنبي لو حد يدلهم على الويبسايت الشهير طبعا كليك بانك ده أشهر موقع على الإطلاق للأفيلية ماركتينج ويجو هنا على هذا المنتج اللي هو اسمه تيتز وود ووركينج هايز كونفيرتين وود ووركينج سايت ده مشهور جدا وده المبلغ اللي هياخده لو حد اشترأ هذا المنتج وده معروف جدا عن فكرة وأنا شخصيا في سنة 2020 أو 2021 تقريبا كنت بسوأ لهذا المنتج مشهور جدا ومعروف حقيقة يعني علاقة نجاحات ومازال حتى هذه اللحظة منتج ناجح جدا هو عبارة عن سي دي أو دي في دي بيعلمك أو بيعلم أصحاب هذه الحرفة لأعمال الخشبية أو النجارة يعني إزاي تعمل هذه الأشياء بنفسك خطوة بخطوة فمشهور جدا ومعروف وآلاف المسوقين اشتغلوا على هذا المنتج من قبل فهم للأسف لو كانوا يعرفوا هذه التركاية أو هذه الخطوة الإضافية كانوا عملوا ده فدي برضو من الترو اللي تؤدي إلى ربح المزيد والمزيد من المالية دي القناة الأولى دي الزيارات زي ما وضحنا وده الرقم اللي هما بيحصلوا عليه من إلى وأنا دايما بقول لكم تقريبا بناخد النص يعني بنتكلم في 8000 دولار في الشهر أما القناة التانية فهي دي القناة اللي اسمها بلاك تيل ستوديو عدد المشتركين في هذه القناة تخطى المليون هنا الأنوان اللي هو بيقول 4000 بلاك أوف وود طبعا يعني بيكلم عن حاجات غالية لكن الشاهد من الكلام أنه نفس الفكرة اخد بقى بالك هنا من الأرقام ما بين كذا وكذا طبعا دي أعلى بكتير من التانية هنا من 4000 ل 67000 دولار بنتكلم عنه النص اللي بيختلف بقى في هذه القناة تعالوا كده اسمها معايا يعني الفكرة هنا أن ده بتعليق صوتي تصوير بهاي ريزولوشن حقيقة حاجة محترمة جدا أحيانا بيظهر وهناك تعليق صوتي لكن وبيسرع الصورة أحيانا زي ما تشايفين وده مشروع هو واخده كمشروع واخده بجدية فعلشان كده نجحوا في هذا الموضوع وعملين نجاحات خطيرة هل هم بقى فاهمين موضوع الأفليات ماركتينج هنا بقى شفتم هنا عاملين بقى شغل عالي جدا وحطين اللينكات بتاعتهم لا ده المحترفين لا لا ده القناة دي يعني محترفة جدا حياة فدي كانت القناة التانية هي دي أرقامها وكل التفاصيل بتاعتها لسه فيديواتهم ما صلتش لميد فيديو تسعة وتسعين فيديو زي ما تشايفين أما القناة التالتة اللي هي DIY Woodworking Projects عدد المشتركين في هذه القناة 342 ألف مشترك إيه أخبار أرباحهم الأرباح بتتفاول بقى ما بين زي ما تشايفين 1.4 لي 22.7 دايما بقول آآ النص يعني متكلم آآ في عشر تلاف دولار في الشارف لهذه القناة القناة دي هل هناك تعالي صوتي لا في ناس بتحب الأصوات دي على فكرة يعني في ناس تعشى هذا النوع من الفيديوهات بس هو ده اللي هو بيعملوا إذن هذه القناة التالتة ودي أرقام القناة دي حصياتها خمسة مليون زيارة في آخر تاتين يوم والأرباح هي دي لكن دول عدد الفيديوهات بتاعتهم كبير 256 فيديو طيب أنا كده استعرضت معاكم التالت قناة واحدة سندول وصف للفيديو ده لهذه القناة وللأسف برضو مش مهتمين أو ما يعرفوش ما يعرفوش موضوع التسويق بالعمولة من خلال الموقع الأشهر ClickBank يا شباب كانت فكرة النهاردة أنا حابت بس ألقي الضوء على هذا الموضوع وحابب أقول أن هناك الكثير والكثير من الأفكار اللي ممكن يعني نشتغل عليها كل يوم إن شاء الله ناوي معاكم بإذن الله أجيب لكم فكرة جديدة حابب أن أنا أعمل كل يوم فيديو ربنا يسهل ويصل الأمور وأقدر أعمل ده معاكم أنا بكرة إن شاء الله طالع البحر الأحمر الغرداء وإن شاء الله أحاول أصور لكم برضو في أوقات الفراغ من هناك بإذن الله فربنا يسهل ويصل الأمور وأعمل لكم كل يوم فيديو بفكرة جديدة لأصحاب الحرف أو غيره يعني أنا عندي مجموعة كبيرة الحمد لله من الأفكار دائما وأبدا والله ناعلهم إن أنا أحاول دائما أجيب لكم الجديد عايزين يا شباب وخلاص 2022 على الأبواب عايزين نبدأ السنة الجديدة بفكر جديد بطاقة إيجابية ياريت ياريت السنة اللي جاية ما تكونش هي زي اللي فاتت يعني صعب قوي إن السنة اللي جاية هي هي زي اللي قبلها لا لازم يكون هناك اختلاف أو على الأقل إنية بتاعتنا نحاول نشتغل نكتهد وربنا حكرمنا ليه؟ لأنه ده قانون الحياة إن الله لا يديع أجر من أحسن عمله ونعمل إيه؟ نحط ألف خط لا مليون خط تحت أحسنة لأن العمل بس مش كفاية لازم إحسن العمل زي الناس اللي قدامنا دي ما هم بيحسنوا العمل بتاعهم وإحسن العمل ليس بحكر على جنس معين أو دين معين أو يعني شعوب معينة ربنا حط القانون البشرية بأسرها ده اللي أنا حبيت أقوله في هذا الفيديو طاقة إيجابية جديدة تشجيع جديد لكم ودائما أبدا تيك أكشن خدوا خطوة ما تفضلش قاعد محلك سر حاول تاقط خطوة إن شاء الله أكلمكم في الفيديو اللي جاي أو اللي بعده على حسب أكلمكم إن شاء الله عن إزاي ممكن نستهبل السنة الجديدة إيه الأشياء اللي ممكن بقى نحطها قدامنا ونكتبها كده ونشتغل عليها للسنة اللي جاية إزاي نطور ونغير بشكل إيجابي في الفكر بتاعنا للسنة اللي جاية بإذن الله ده لأنا حبيت أقوله في هذا الفيديو سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوبوا لايك شكرا لكم و لا تنسوا أن ناس بالناس ومن يعن يعن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر